السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة ستفدائي إن شاء الله النهاردة من أول يونت 1 هنبدأ نحل كده معيك ونورى الكلمات يونت 1 بتكلم نحن نعمل في الحديقة المجتمعية نبدأ الكلمات أبداً 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 أبدا ننزل بقى على تصريفة الأفعيل طبعا دي أفعل غير منتظمة بقى على تصريفة الأفعيل 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 بقى على تصريف 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 الأفعيل بالنسبة لأنه اszystتي أثناء بقى على تصريف الأفعيل جدا بقى هذا المرحمن منة تصريف الأفعيل بقى علينا بقى علينا بقى نبات التومات نبات التومات الاشياء اللي الناس بتاكلها طول الوقت احنا كمان احيانا بنزرق اشبار الفاكهة السنة دي عندنا ليمون وبلح طبعا قيت لها ده معناه ان الناس ممكن تزرع الطعام الخاص بيها وكمان هيكون طبيعي ايضا ده معناه ان احنا بنستخدم سماء طبيعي عمرنا طبعا ما بنستخدم المادة الكيميائية او المواد الكيميائية ابدا طبعا الجنينة دي بقى الحديقة دي بقى بتطلع خضار كتير اتلا yes it is from just one square meter لكل متر مربع في الحديقة نستخدم 20 كيلو من الخضروات في السنة ومش كل ده كمان بتعمل على تحسين الجو في المدينة which is good for people's health اللي بيكون جايد بالنسبة لصحة الناس and they are a great place to meet people and make friends وده بيكون المكان اللي بنعمل اللي بنقابل الناس وبنعمل وبنكون صدقات ايضا طبعا دوا يبدو جيدا هو حاجة عظيمة او يمرهم we need more community roof guardians like that in our city احنا عايزين الكسير من الحضائق المجتمعية مثل هذه في بلدنا طبعا احنا عندي حروف غر on بيجي قبل منو بيجي قبل ايام الاسبوع on friday on saturday on tuesday طيب انا بلانت بلانت ممكن يجيب معنا نبات ممكن يجيب معنا يزرع مثلا the plants are green النباتات بتكون خضراء i مثلا i water the plant everyday انا عندي هنا كده بلانت بمعنا نبات طيب we usually plant tomatoes and onions طبعا احنا عادة ما بنزرع الطماطم والبصل harvest ممكن يجيب معنا محصول ممكن يجيب معنا harvest we had a good harvest this year احنا عندنا محصول حلو قوي السنة ده كده نوان we can harvest 20 kg of vegetables a year احنا ممكن نحصل حوالي 20 kg في السنة طيب هنرى نص الاستماع وبعدين نحل عليها الكلمات الفراغات دي طبعا انا قبل ما المس او المسر يكونوا داخلين انا بقرأ دول الاول في الامتحان علشان اعرف الكلمة اللي قبل كلمة garden والكلمة اللي قبل كلمة from and in the city لازم احط عيني على الكلمات عشان انا بسمع نص الاستماع ده وبحل عن طريق السماء a community garden is a big green space on the roof of an apartment block طبعا الحديقة المجتمعية هو مكان اخضر بيكون على اسطح العمارة او اسطح المباني السكنية the people who work there are all volunteers from the neighborhood الناس اللي بيعملوا في الحديقة المجتمعية بيكونوا كلهم متضوعين من الحية او الجيرة they grow vegetables to eat هما طبعا بيزرعوا خضرات عشان يأكلوا and sometimes they sell them in the market احيلا بيعوها بيبيعها في سو too ايضا roof gardens also help clean the air in the city طبعا بيساعد على نظافة الهواء في المدينة so that's good for people's health عشان كده هو جايد جدا من صحة الناس طبعا انا هنا كده اول حاجات سمعتها community 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 garden is a big green space on the roof of an apartment block طبعا the people who work there are all not from the neighborhood كلهم طبعا volunteers roof garden roof garden also help clean the air طبعا بتعمل على نظافة الهواء طيب هنشوف الماتش توصيل sometimes sometimes we plant fruit trees طبعا احنا احيانا بنزرع اشجار الفكهة when the food is organic الطعام بيكون طبيعي roof garden help clean the air حديقة الاسطح بتساعد على نظافة الهواء roof gardens are great طبعا حديقة الاسطح بتكون عظيم which is good for people's health جايد صحة الناس to steal our fruits عشان نبيع فكهتنا this year we have lemons and dents احنا عندنا السنة دي ليمون وطمر بالح يعني that means we use only natural fertilizer طبعا ده معناه احنا بنستخدم سمات طبيعي place to meet people and make friends طبعا انا عندي sometimes we plant fruit trees طبعا this year احنا عندنا السنة دي بتاع طوان ليمون وطمر يبقى دي number one when the food is organic لما بيكون الطعام طبيعي طبعا هاخد اللي فيها كلمة natural fertilizer اللي هو سمات طبيعي على طول لانه organic يعني طبيعي معناه ان احنا نستخدمش المادة الكيميائية بنستخدم سمات طبيعي roof garden help clean the air طبعا بتكون بتنظف الهواء يبقى دولة علاقة بصحة الناس يبقى على طول number letter a number three roof garden or agreed agreed to meet people and make friends نشوف الكمبريهنشن نحل عليها نور اسكس ماريم to go to her house tomorrow نور بتستطلب من ماريم انها تروح لها بيتها بكرة but maryam goes to help her aunt on friday بس ماريم بتروح تساعد عامتها يوم الجمعة the work in community garden on the roof of an apartment block طبعا they work طبعا هما بيعملوا في الحديقة المجتمعية على الأسطح لعمارة السكانية they grow vegetables and fruit for people in the local area طبعا أنا عندي grow ادم جيبها لي باللون الأحمر دوان يبقى انا جايب لي عنها سؤال في الكتع هما بيزرعوا خضروات وفاكها للناس في المناطق المحلية and sometimes they sell them to احيانا هما بيبعوها ايضا maryam thinks the community garden is a good idea because the plants also help to clean the air in the city طبعا ماريم ماريم بتعتقد ان الحديقة المجتمعية دي بتكون فكرة جيدة جدا لانها بتعمل على زراعة زراعة وتساعد على نظافة الهواء في المدينة and it is a good place to make new friends طبعا هي مكان جيد جدا لتكوين صدقات محتاجين حضائق مجتمعية في المدينة بتاعتنا طبعا ماريم goes to help her aunt on طبعا on friday في يوم الجمعة the underlined word grown means طبعا كلمة grown معناها ايه harvest plant water clean harvest يعني محصول او يحصد plant يعني يزرع او نبات water يعني يشرب ماء او يروي clean يعني ينظف طبعا plant معناها برضو يزرع where is the community garden طبعا اين تكون الحديقة المجتمعية طب انا لو رجعت للنص ورا هنا كده للقطعة طبعا الحديقة المجتمعية على الاسطح اهي on the roof of an apartment block طبعا دس اير number 3 على الاسطح ليه العمارة السكنية نشوف number 5 why is the community garden a good idea ليه الحديقة المجتمعية فكرة جيدة طبعا هنا كده عشان هي بتعمل على اهي the plan because وانا على طول لما يكون عندي سؤال ب why يبقى على طول هجاوب ب because طبعا من اول because لازم انا كتب because في الاول هنا كده ده number 4 طيب انا عايز اعرف ازاي بحل السؤالين دول انا بس انت مفروض كسنة ستة بتدائي لازم اعرف اترجم اداتين الاستفهام يبقى كده انا خلاص عرفت السؤال بيقول ايه طب لو انا مش عارف اوي بجيب مثلا معنى السؤال ده الكلمات اللي موجودة في السؤال دي في القطع في الكمبرانشن وبعدين اخد جملتها كلها السؤال ده مكتوب بالنص the community garden is a good idea because واخد جملتها كلها لبعدها طيب where اول حاجة لازم اداة الاستفهام بعد كده الفعل المساعد بيكون يا does يا do يا did يا can يا have يا has الكلام ده طيب where does ماريام بعدها على طول فعل go sorry جي تلاتة بعدين جي for بعدين on Friday طبعا اداة الاستفهام فعل المساعد فعل فعل اساسي وبعدين بقيت السؤال طيب حامش بقى كده I طبعا ادم I يبقى لازم فعل يبقى لازم بعدها فعل على طول I طبعا الكلمة الدلة بتاعت القاعدة بتاعتنا I always help at the community garden انا دايما بساعد في الحديقة المجتمعية فعل وبعدين فعل وبعدين مفعول طيب do فعل مساعد you you دا سؤال موجود في القطع في الدرس ممكن احفظه على طول do you want to come my house do you want to come my house come to my house house طبعا هنا كده السؤال الاخير في الترتيب we طبعا دي فاعل على طول عايزة فاعل we harvest we can harvest we can harvest 20 we can harvest kilos of vegetables we can harvest a year we can harvest 20 كيلو من الخضروات في السنة طيب we work in the community garden طبعا انا we work in the community garden what is the community garden what is the community garden what is the community garden it's a green space it's a green space we can harvest on a roof of an apartment block it cleans the air here it knows it's a good please to meet people and make friends ممكن أقول we can harvest harvest 20 20 مصلا kilos of vegetables a year ممكن أقول مصلا we plant 20 20 20 20 20 2 fruits طبعا دي نهاية الفيديو بتاعنا ان شاء الله شوفكم فيديو بديد معرفة و سلامة .